أجرى الرئيس عبد الفتاح أسيس اتصالاً هاتفياً مع رئيس روسي فلاديمير بوتن صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهدت بادل التهنية لمناسبة مرور ثبانين عاماً على بدء العلاقات الدولومانسية بين البلدين الصديقين وفي ذلك الإطار بحث رئيسان سبلة عزيزي مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما حيث ثمن الرئيسان العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الدولتين في مختلف المجالات مع تأكيد مواصلة دفع تلك الروابط خلال الفترة القادمة أشهد الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية حيث أكد الرئيسان أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بينها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها كما تطرق الاتصال أيضا إلى تشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لا سيما في مجال الغذاء حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررات في القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر